المكتبات سيئة قليلة متباعدة ضعيفة غير فقر الكتب والأنشطة الموجودة فيها 40% من المكتبات ما فيها ما تقبل إناث يعني أنت 40% من مكتباتك لا تستقبل نصف الشعب أطلقنا عليها لمنصة رفوف أنه أي شخص يمتلك أي كتاب يسلمها لهيئة المكتبات هيئة المكتبات راح تتيحها من خلال منصة الإلكترونية لأي شخص يطلبها بشكل مجاني فقط يدفع رسوم التوصيل فهنا أعتقدنا مشروع طموح جدا بس الأرقام ما يبطموحها أبو ناصر من أين ناحية وهل هذا يعني أدى إلى عزوف مجموعة من السيدات اللي يبغون مساحة خاصة فيهم يبغون يأخذوا راحتهم هذا صقراط من ثمانية وأنا أعمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتورة الدحمان العاصم الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات إيه نعم أنا زيكم كنت أظن أن الموضوع ما يهمني إطلاقا لين جلست معاهم سمعت مشروعهم وشعرت بأنه فيه شي جميل جدا قاعد يصير في هذا القطاع وحبيت أننا نوثقه ونشاركه معاكم تكلمنا عن تاريخ موجز للمكتبات دورها في الماضي أول مكتبات في السعودية وش كانت التحديات ليش أغلب مكتباتنا كانت غير فعالة عدد الزيارات أقل من المعدلات العالمية لدرجة أنهم أول ما استلموا هذه المكتبات قفلوها كلها وبدأوا العمل على النموذج الجديد اللي يسمونا بيت الثقافة وش فكرة بيت الثقافة وش مكوناتها كيف استطاعوا أنهم في أول نماذجهم يحققون عدد زيارات يفوق اللي كان يتحقق من كل المكتبات مجتمعة طوال السنة حققوا في شهر واحد وكانت تجربة صراحة جدا مميزة تكلمنا عن نقاط قوتها تكلمنا عن نقاط ضعفها وتكلمنا عن مبادراتهم الأخرى لتعزيز سهولة وصول المجتمع للقراءة والكتب تكلمنا أيضا عن مجموعة من أسئلة الأصدقاء اللي يكرمونا فيها مثل ساعة عمل المكتبات مثل الفرق بين دورهم ودور هيئة الأدب والنشر استعرض كتاب والمكتب اللي برجع لها الكتاب تقفلت وين ود الكتاب المكتبات الخاصة وملاكة والكتب اللي عندهم كيف ممكن يتعاونون مع الهيئة إلى آخر أسئلتكم الثمينة هذه الحلقة برعاية شركة صفا أما الآن أترككم مع الحوار حياك الله أبو ناصر شرفتنا ونورتنا الله يحييك شرف لي طالعا نبي تقول فينا أبو ناصر عن كشلة الدقالة طيب أنا شخصيا طبعا أعشق للبر ولي تجارب كثيرة في طلعات البر في مراحل العمرية مختلفة يمكن أطول فترة جسناه في البر تقريبا 21 يوم ما شاء الله هذه كانت عام 1115 كانت في روضة نورة تقريبا تسع أيام والبقية في شيء بحرية منه وعندي العزبة كاملة يعني عندي الخيمة وعندي المطور وعندي عدة الطبخ وعندي كل شيء ففي الإجازة الماضية يعني اقتلت على العيال أسرتي أن نطلع في نزهة برية لكن بش أنتم كشلة صدقية نعم كشلة صدقية في ناس روحوا مخيم جاهز بعمالة بأمور أنتم كشلة صدقية لا لا كشلة صدقية الخيمة ودقينا الخيمة وشغلنا المطور وبدأنا نشتغل على ترتيب الخيمة وخذنا ليلتين كانت جدا جميلة يعني حتى بالنسبة لأفراد الأسرة الأطفال على وجه التحديد أنا أعتقد أنها راح تكون في ذاكرتهم الوقت الطويل وحتى الآن كل ما شاهدوا الجوزين قالوا خل نكشت أوه أي طبعا ولكن من الوقت الوقت أنا أكشت طلعاتي كثيرة يعني طلعات البرو اللي يعني يعرفني عن قربي درينا ما يمر أسبوع لأن أكون كاشت في أحد يعني في أحد البلالي القريبة من الرياض إذا كان فيه إجازة أو فيه وقت طويل واحد يبعد شوي ففيها متعة صراحة وفيها برضو تجارب اليوم كثير من التجارب الخاصة بالنسبة للفئة الأطفال يحتاجون إلى تجارب يحتاجون أنه يعمل يحتاج أنه يعرف كيف يرتب أموره يحتاج أنه يعرف كيف ينظم وقته اليوم في البر تنظيم الوقت يختب لازم تقوم الصبح إذا تبغى تعيش التجربة تبغى كرس الجمر وتبغى الحليب لازم تقوم الصبح ما ينفع تقديرنا الظهر ناعم فكانت تجربة صدق جدا جميلة ولمانك تجولت في أكثر من مكان وحنا الآن في موسم مكشات وش أجمل بقعة كشت فيها في السعودية والله شوف أنا ما أبعد عن الرياضة ضواحية يعني ففي أكثر من الرياضة الرياض طبعا أو منطقة الرياضة هي كثير من الرياضة الموجودة سواء في الشمال روضة نورة روضة الخفص لا أبي أبو ناصر أبي أفضل مكان يعني بنسبالك خيار رقم واحد إذا جيت تكشت والله شمال روضة الخفص الشمال روضة الخفص وش قال له المنطقة هذه هي من أطراف الرياضة بس أنها مي بداخل الرياضة فهي على الجامعة ما بين الآن محمية مغلقة أي الآن مغلقة صحي بس وش يميزها؟ يميز أنها تجمع ما بين اللي هو أنها فيضة والرمل والهدوء وقريبة للرياضة يعني هذه الثالثة الشياء بالنسبة لي هي الأهم كم ساعة؟ تقريبا ساعة وثلاثين دقيقة من الرياضة ما شاء الله حنا من يعني يعني من عالم الكشتات إلى عالم المكتبات اللي ما أدوا القاسي مش ترك بينهم لكن حنا اليوم سعداء بناصر نكسب كضيف كرئيس لهيئة المكتبات الهيئة اللي هي ضمن 11 هيئة تحت منظومة وساطة الثقافة وكان تأسيسها أصلا مفاجأ لأنه كثير من الناس يشوفون هذا القطاع قاعد يموت وقاعد يضمح حتى الأرقام عالميا يعني مو بس عندنا عالميا نشاط المكتبات قاعد يتراجع بشكل حاد سواء عدد الزيارات عدد المكتبات قبل ما نسولف عن الهيئة ودنا نسولف لنا عن قطاع نفسها وعن هذه الصناعة من بدايتها ودخولها السعودية المراحل المرت فيها بعدين نسولف عن الهيئة طبعا نشوف قطاع المكتبات خلنا نتكلم في المملكة السعودية اعتبر من القطاعات للاها تاريخ طويل لما نتكلم عن مراحل الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة طبعا كلها شاهدت نهضة في مجال العلم والمعرفة والثقافة ونتيجة لهذا ظهرت المكتبات لذلك المكتبات تعتبر حالة ترى مرتبطة بحاجة المجتمع يعني هي تظهر إذا كان فعلا فيه احتياج في المجتمع لكن لما بناخذها تاريخيا فهي ظهرت في حضرات القديمة يعني يمكن أقدم مكتبة على وجه التاريخ ليه مكتبة اسكندرية في الاسكندرية وفي الحضرات الفينيقية وبعدها ظهرت مكتبات ثانية والمكتبات الإسلامية دار الحكمة وبيت الحكمة وفي العصر الإسلامي يمكن وجود الحرمين الشريفين ساهم في ظهور مكتبات إسلامية يمكن مكتبة الحرم المكي الشريف اللي موجودة إلى الآن وهذا من الأشياء المهمة جدا هي تعتبر من أوائل المكتبات الإسلامية يعني تقريبا أنشأت في عام 161 هجري وما زالت موجودة وبالعكس دعمت في عهد الملك عبد العزيز يمكن في عهد الملك عبد العزيز تم تغيير اسمها إلى مكتبة الحرم المكي الشريف وتشكيل لجنة للعناية بها ورصدت لها أول ميزانية بعدين طبعا استمرت في النهضة لما نأخذها تاريخيا بعدين استمر الدرعية كمثال الدرعية الكتب التاريخ تؤرخ أن الدرعية كانت عبارة عن جامعة لطلبة العلم في عدد المكتبات اللي كان موجودة فيها في الدولة السعودية الأولى وكان أول مكتبة عامة هي طبعا كانت مكتبة خاصة لإمام محمد بن سعود وأتاحها للعامة بعدين في الدولة السعودية الثانية برضو في نفس التطور في الدولة السعودية الثالثة لا كان الوضع أكثر يعني شون نقول لك يعني كان أكثر اهتماما بالمكتبات ولهذا في مرحة توحيد المكتب السعودية ظهرت العديد من المكتبات يمكن من ضمنها الأنواع بختلف المكتبات في الكتبات البرلمانية في عام 26 وافق الملك عبد العزيز على أن يقوم مجلس الشورى بإنشاء مكتبة وشراء كتب وفهارس وصحف كان فيه رعاية تقريباً في نفس الوقت تم إنشاء مكتبة مكة المكرمة في عام 1939 برضاً 1939 ميلادي مكتبة الظهران كمكتبة متخصصة في عام 27 ولكن كان فيه أكثر من جهة تشرف على المكتبات الشيء تعقيباً سؤالك لما تقول المكتبات أنها تفاجأ الجميع بإنشاءها يمكن أن أرجع للخطة الخمسية الخامسة كان فيه توجيه صريح بإنشاء هيئة تتولى تنظيف قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية بسبب أن هذا القطاع كان يدار من أكثر من جهة الرئاسة العامة لعادة الشباب الرئاسة العامة لتعيم البنات وزارة التعليم أو وزارة المعارف في وقتها فبالعكس أنا أعتقد أن إنشاء هيئة المكتبات كان ضرورة ملحة أنا حنجيها الهيئة بس أنا نسأة أبغى أفهم المشهد في السعودية أنواع المكتبات أنا ذكرت أمثلة لأقدمها صحيح يعني الجهات هذه المرجعية بعدين موضوع الثقافة والإعلام كانت آخر مرحلة هي الجهة التي تشرف على القطاع بشكل عام صحيح تاريخيا كانت المكتبات دعنا نقسمها إلى أنواع أول حاجة دعنا نقول المكتبات الجامعية وهذه نطاق عملها مع الجامعات ووجدت في يعني كمكتبة علمية وجدت في عام 1949 في عادة الملكة العزيز بعد إنشاء كلية الشريعة في مكة فلها تاريخ طويل في الملكة السعودية بالإضافة إلى أن تخصص المكتبات والمعلومات يعتبر من أقدم التخصصات الأكاديمية في الجامعة السعودية يعني دخل تقريبا عام 1394 في جامعة الملكة العزيز ثم توسعوا لها أكثر من جامعة المكتبات الوقفية النوع الثاني وهذا في الغالب كان يناط إدارة بوزارة الشهر الإسلامية والدعوة للرشاد وأيضا هذا يعتبر لتاريخ طويل في المملكة العزيز السعودية النوع الثالث اللي هو المكتبات المتخصصة وهي تكون متخصصة في موضوع معين لخدمة غرض بحثي وهذه أيضا كانت موجودة من عهد الملكة عبد العزيز اللي هي مكتبة أرامكو وانشأت في عام 1927 المكتبات العامة هي اللي مرت بأو انتقل اختصاصها الأكثر من جهة وهي أيضا كانت من المكتبات القديمة يمكن من ضمن المكتبات القديمة مكتبة الرياضة السعودية وهذه طبعا وافق الملكة عبد العزيز برضو على افتتاح الملك السعود في عام 1949 تقريبا المكتبات العامة انتقلت كانت هي تتبع الوزارة المعارف بعدين انتقلت مع تغييرات إصالة وزارة المعارف وزارة التعليم وزارة التربية بعدين انتقلت إلى وزارة الإعلام في عام 1928 أو 26 بعد انشاء وكلات الوزارة للشؤول الثقافية واستمرت بعدها انتقلت إلى الهيئة العامة للثقافة في عام 2018 أو 2017 بعدها انتقلت إلى وزارة الثقافة بعد انشاء وزارة الثقافة في عام 2018 هذا تقريبا وطبعا المكتبة الوطنية وهي طبعا انشأة عاد الملك فهد 1410 فتاريخيا جميع انواع المكتبات موجودة في المنقع السعودية ومارست يمكن مكتبات الجامعية واضحة هي داخل نطاق حرم الجامعة وتخدم بشكل أساسي الأكاديميين والطلاب اللي في الجامعة المكتبات الوقفية والخاصة هذه عادتها مرتبطة بأشخاص وهذا مفهوم اللي مبواضح الفرق بين المكتبة العامة والمكتبة الوطنية وش الفرق بينهم وش عندنا طبعا المكتبة الوطنية على مستوى العالم هي مكتبة وطنية واحدة في كل دولة وهي معنية بحفظ تراث الأمة ولها اختصاصات اختصاصاتها ببساطة لحماية والحفاظ على الناتج الفكري أو الانتاج الفكري الوطني من خلال ثلاث عناصر تمكين رئيسي واللي في حالة السعودية هي المكتبة مكفهد الوطنية مكتبة مكفهد الوطنية وهذه المكتبة طبعا لها تاريخ طويل يمكن بدايتها طبعا كانت هي عبارة عن إهداء من أعيان مدينة الرياضة للملك فهد وكان في البداية مخطط أنها تكون مكتبة عامة لكن الملك سلمان وجه أنه عادت دراستها لتكون المكتبة الوطنية للمكتبة السعودية وفعلا صدر نظامها في عام 1810 كمكتبة وطنية ومعنية بنظام الإداع القانوني وهذا النظام اللي يحمي ويحافظ على الانتاج الفكري السعودي من خلال إلزام المؤلفين بإداع نسخة أو نسختين من كل عمل أيضا إداع نسختين من ما يقوم أو ما يؤلفه السعوديين خارج المملكة بالإضافة إلى جمع الكتب والمصادر اللي تتحدث عن المملكة السعودية فهذه المكتبة فيها كل ما أنتجه السعوديون في السعودية وخارج السعودية أو ما أنتجه الآخرون عن السعودية كل موجود في المكتبة المكفاة الوطنية اللي هي تعتبر المكتبة الوطنية لحفظ إرث الأمة صحيح وما فيه إلا واحدة منها ما فيه إلا واحدة لكن هل هذه الاختصار تمورسة خلال الفترة الماضية بالشكل المؤمول وبالتالي جميع ما ألفه السعوديين موجود أو جميع ما ألفه السعودية في خارج المملكة الموجود هذه طبعا حسب يعني الوضع المكتبة المكتبة الوطنية الآن وهي في نقطة أو في مرحلة تحول اليوم مكتبة المكتبة الوطنية ويعول يعني عليها شيء الكثير لكن في المقابل كان لها أدوار كبيرة جدا في يمكن صدر نظام يعطيها لمكتبة المكتبة الوطنية هذا كان نظام جدا مهم في وقته الذي هو نظام حماية الترافذ المخطوط وهذا النظام صدر في عام 1422 وكان جداً مهم اليوم المنكة السعودية بحسب الدراسات فيها أكثر من 160 ألف مخطوط أصلي فبالتالي الحفاظ على هذا التراث المخطوط كان من الهمية بالمكان وهذا النظام أعطى فهذا مكتبة ميك فهد واللي هي ليست تحت إشرافكم لا أبداً هي تحت إشراف من؟ هي مرتبطة مباشرة في ديوان مجلس الوزراء وهي اللي مؤخراً عين الأمير فيصل بالسلمان رئيس لمجلس أمناها المكتبة هذه والمكتبات الوقفية والخاصة ليست تحت إشرافكم والمكتبات الجامعية ليست تحت إشرافكم أجل مش المكتبات اللي عندكم؟ لا هو طبعاً اليوم النفاية المكتبات عندنا دورين رئيسية الدور الأول هو تمكين وتنمية القطاع وهذا يشمل جميع أنواع المكتبات يعني نعمل اليوم مع جميع الأنواع اللي ذكرتها المكتبات الجامعية نعمل مع المكتبات الجامعية لتطويرها لأنه في الأخير وضعها الوضع الحالي مبو الوضع المأمول فبالتالي الهيئة لها دور في قضية التمكين وقضية الدعم وقضية تلمية القطاع بما يكفل تحقيق العائد منه مكتبة المكتبة الوطنية برضو لنا دور ودور كان كبير خلال خاصة خلال السنتين الماضية بعد تكليف سمو الأمير بدر وزير الثقافة كقائم بعمال مجلس الأمنة عملنا على موضوع المكتبة المكتبة الوطنية والحمد لله يعني تم الانتهام من كثير من الملفات واللي الآن يقودها صاحب اسمه الملك الأمير فيصل بن سلمان واللي نتوقع أن المكتبة المكتبة الوطنية خلال الفترة القادمة راح يكون لها دور ودور كبير جدا وراح تنتقل من مكان إلى مكان وهذا هو الشيء المأمول في بناء على طبعا مكانة المكتبة السعودية وبناء على عدد الانتاج الفكري السعودي الموجود المكتبات الوقفية أيضا في جهة قد تكون الآن هي اللاعب الرئيسي اللي هو مجمع الملك عبدالعزيز مكتبات الوقفية وهذا طبعا أنشى نتيجة اللي هو حفظ المكتبات الوقفية اللي كانت موجودة في المدينة المنورة وحتى الآن يعني حتى لما نشوف الأعداد اللي موجودة فيها من كتب التراث أكثر من 16 ألف مخطوط موجود في المجمع المكتبات الوقفية خلال أخذها لك بشقيا الشق الأول اللي هو المقتنيات النادرة اللي الآن غير قابل للتداول وهذه تشمل المخطوطات والوثائق وغير وهذه النقطة جدا مهمة هذه طبعا تعتبر تراث كبير يجب المحافظة عليه يوم كل المكتبات الوقفية أو في الغالب المكتبات الوقفية فيها مجموعة كبيرة من المخطوطات يعني أعطيك مثال مكتبة مكة المكرمة فيها ثلاث ألاف مخطوط مكتبة ابن عباس ابن عباس فيها تقريبا ألف وشيء مخطوط تكلم عن المكتبات الوقفية الأخرى في القصيم أو في الشمال أو في غيرة فهذه الآن أننا نعمل على يعني إيجاد حلول وفي مشروع يدرس الآن من خلال هيئة المكتبات بالشراكة مع اللاعبين الأساسيين والهيئة العامة للأوقاف والجهات الثانية للمحافظة على هذه المكتبات الوقفية وإعادة حوكمتها اليوم الإشكالية في المكتبات الوقفية إنها ضائعة ما يجعل مع هيئة المكتبات وفيها وقف وفيه مجلس نظارة وفيه مصادر موقوفة فبالتالي أنا أعتقد أنها تحتاج إلى جهد بالنسبة للمكتبات المتخصصة أيضا يعني اليوم المكتبات المتخصصة أغلب الجهات الحكومية والمؤسسة تمتلك مكتبات المتخصصة لخدمة الزوار والموظفيها من خلال أمداد المعلومات أيضا لنا دور في قضية التشريعات والتنظيمات فهيئة المكتبات هي جات استجابة لتنظيم هذا القطاع يمكن التركيز في الهيئة خلال السنتين الماضية كان على المكتبات العامة لأنها هي التي كانت موجودة وهي التي انتقلت من وزارة الثقافة والإعلام أو وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة بعد إنشاء الوزارة فهذا كان السبب ومجال التركيز فكل ما سبق هي المكتبات التي تحت إشراف الجهات أخرى لكن لكم دور تتعاونوا معهم الجاي هو الحديث عن المكتبات العامة التي هي تحت إشرافكم المباشر وما في غيركم لأعلاقة فيها لا فيه فيه مكتبات تدار من خلال قطاعات أخرى عندنا مكتبة الملك فاهد العامة في جده وليست الملك فاهد الوطنية هذه تدار طبعا من جامعة ملك عبد العزيز عندنا مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياضة أيضا تدار من مؤسسة للملك عبد الله لأننا لدينا مكتبة ق κάستية مرة أمان أساとينيبار في هيئة المكتبات تتعامل حالياً SARS-2.0 numeralists التي نقلت هنا من وزارة الإعلام إلى هيئة المكتبات جعلًا نمسك مناصر مصر التقاrest التي نقلت من من وزارة الثقافة إلى وزارة الثقافة بشكلها الجديد تحديداً هيئة المكتب اتطعم م vec Saudi Arabia شالفتني عن واقع هذهِ المكتبات حدود شيء وثمانين مكتبة صح؟ تقريباً 82 مكتبة 82 مكتبة خصوصاً أني كنت بناصر كنت جزء من الثقافة الإعلام سابقاً في الوكالة اللي كانت معنية بهذا الأمر فأنت تعرف واقعها لما نقلت لكم ودنا نسوي تشخيص لهالمكتبات وش تحدياتها وش اللي اللي عملتوا عليه طيب أنا أعتقد هذه نقطة جداً مهمة وجديرة صراحةً في استعراضها لأنها فعلاً تحكي عن واقع وبناء على هذا الواقع تم اتخاذ قرارات طبعاً 82 مكتبة اللي كانت موجودة 50% منها هي مباني مستعجرة والخمسية المتبقية هي مباني ما رح أقول متهالكة لكن بعرف المهندسين أن أي مبنى بعد 40 سنة يعتبر مبنى متهالك يحتاج إلى عادة وبالتالي هذا من ناحية المباني لما تيجي من ناحية التجهيزات يعني كانت تخلو من جميع التجهيزات التقنية ما في وجود لشبكات الإنترنت ما في وصول الإنترنت ما في مصادر رقمية نتكلم عن البنية المؤسسية ما في وضوع في البنية المؤسسية للارتباطات المكتبة طريقة إدارتها حوكمتها نماذج التشغيل الموجودة فيها كل هذه العوامل ترتب عليها أن تكلفة الزيارة بالنسبة للمكتبات ارتفعت يعني متوسط تكلفة الزيارة اليوم في المكتبات العامة يمكن تتراوح ما بين 4 دولار كما المكتبات في اليابان وتوصل إلى 9 دولار في المكتبات الأمريكية فلو نأخذ المتوسط تقريبا 7 دولار تكلفة زيارة الفرد للمكتبات العامة في المملكة العربية السعودية تكلفة زيارة الفرد 521 دولار 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 من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا لاستثمار المزيد في وصف الحلقة 10 دقائق من صباحك كفيلة بأطلاعك على ما يهمك ويعنيك من أحداث العالم بودكاست الفجر إخباري وننشر منه حلقة فجر كل يوم بتكلم فيها عن جديد العالم من أحداث وأخبار ونشرح حضر من سياقها من تاريخها لتطورها كل يوم بيومه وكل خبر بوقت بودكاست الفجر بتوفر على جميع منصات البودكاست اشترك وتابع الجديد وهذه تقاس بأنه تحسب تكلفة المكتبة عدد الزوار ويقسم عليهم لأن العدد قليل صارت الكلفة عالية جدا عالية جدا لاحظ برضو أنه لما حسبت التكلفة هذه ما حسب فيها التكاليف الرأسمالية حسبنا فقط التكاليف التشغيلية وجهوا الموظفين الخدمات التي تقدم فكان فيه يعني توجه أنه كيف نتعاطى مع هذه المكتبات خاصة أنه اليوم الوزارة عندها رؤية جديدة ودائما في المشاريع التطويرية تحتاج إلى أن تبدأ قويا اليوم المكتبات انتشرت في بداية اللقاء أنه فيه عزوف صح فبالتالي أنت لا تقدر تبدأ ضعيف أنت لا بد أن تبدأ بمفهوم جديد لا بد أن تبدأ برؤية جديدة لا بد أن تبدأ بخطة فعلا قادر على الاستدامة سواء الاستدامة المالية في خضية تعزيز إيرادات المكتبة بنفسها أو حتى استدامة قبال الجمهور على المكتبة اليوم ما أبغى أن أستثمر مبالغ ضخمة في مكتبات تشتغل لمدة سنة أو سنتين وبعد ذلك السنوات نرجع نفس الإشكالية التي وقعنا فيها في السنوات الماضية اليوم أن نسلف أن المكتبة تكون قادرة على جلب الزيارات تكون قادرة على إحداث الفرق داخل المجتمع تكون قادرة أيضا على تعزيز إيراداتها بما يضمن تقديم خدماتها في أي التقلبات فهذا كان هدفنا في المشروع بس كون ما أدخل في الهدف يعني لو بشوف جزء من تحديات القطاع أنه مثلا عدد المكتبات العامة لكل مليون فرد يعني نحن نتكلم يمكن المرحلة الحالية موضوع دول المكتبة صحيح تراجع كثيرا لأنه ما عندي بمصدر المعرفة اليوم صحيح بس على الأقل الفترة الماضية اللي كان فيها حراك واهتمام ودعم من الدولة نشوف أنه إحنا في السعودية عدد المكتبات لكل مليون فرد هي ثلاث مكتبات صحيح لو بنقارنها مثلا مع فلندا حنلاقي 155 158 158 مكتبة لكل مليون نقارنها بالمملكة المتحدة 64 مكتبة لكل مليون أمريكا 28 اليابان 26 إذا بتكلم على المنطقة شيء مجابه اللي بوضعنا ولي مصر مثلا 11 مكتبة لكل مليون نسمة صحيح بينما السعودية أنت تتكلم على ثلاث مكتبات فقط وش سبب أنه ما كان عندنا طبعا وفوقها عدد زيارات أقل يعني إحنا عندنا معدل 60% ما عمرهم طبوا المكتبة وفي حدود يعني 10% فقط اللي يزورونها خمس مرات أو أكثر فأنت تتكلم على عدد قليل وإقبال رعيف وش السبب؟ هو طبعا في أكثر من سبب أنا أتكلم يعني بناء على المعطيات وبناء على أول حاجة عددها لما كان في صراحة الرؤية واضحة فيما يتعلق بالمكتبات وهمية وجودها بالنسبة لمتخذ القراءة في وقتها ودورها أيضا في مؤشرات ازدهار المدن اليوم مؤشرات ازدهار المدن أحد المقاييس اللي هو عدد وجود المكتبات يمكن مقياس الأمم المتحدة البنية التحتية وتشمل نصا عدد المكتبات العامة فما كان فيه رؤية واضحة ما كان فيه تصور واضح عن يعني المكتبات بالإضافة إلى نقطة أنا أعتقد أنها جدا مهمة في قضية التكامل بين المؤسسات اليوم أننا في الهيئة نطمح أن النص إلى عدد كبير في المكتبات لكن مؤمنين أنه نجاحنا أنه يكون نجاح يعني غير مرتبط بتعاوننا مع الآخرين فما تشوفوا بناصر أيضا التشريعات والتنظيمات كانت عائق يعني لما تلاقي أنه مثلا 40% من المكتبات ما فيها ما تقبل إناث يعني أنت 40% من مكتباتك لا تستقبل نصف الشعب هذا أول ثانيا موضوع ساعات العمل ساعات العمل حقية المكتبات لا تتناسب أبدا مع المستطلبات مع المستطلبات الحياة وسالفتني أنا لما خلص دوام أروح أقرأ أو أروح أبحث محطوطك إنها دوام ساعات عمل لموظفين المكتبة ما يستفيد منها إلا الموظفين ففي تنظيمات كانت تعيق استفادة الناس زائد طبعا وضعها المتهالك زي ما أنت وصفت بطريقة منفرة أروح أقرأ في كافي أو نسلي وأجمل من أن أروح أقرأ في مكتبة هو طبعا اللي تفضلت فيه صحيح ترى أشارت على النقطة وكانت من ضمن النقاط اللي تم الإشارة لها في قرورة اللي هو إصلاح قطاع المكتبات كان من ضمنها السماح بدخول النساء كانت مضمنة في الخطة الخمسية موجودة نصا فهذه التشريعات يمكن نشوفها اليوم على مستوى كثير من القطاعات قطاع الرياضة كمثال يعني اليوم الإقبال على حضور المباريات ومختلف الألعاب حادثات جدا بسبب التشريعات فاليوم التشريعات تدعمنا في الهيئة ما عندنا أي مشكلة في التشريعات لكن أنا أرجع وأقولك أنه ما كان فيه رؤية واضحة عن همية المكتبات توسع فيها بدون هدف واضح كان فيه مشروع قدم أعتقد فيه 1429 لا علاقة بإعادة النظر فيه في المكتبات العامة اللي كانت تتبع الوزارة الثقافة والإعلام إضافة إلى نقطة جدا مهمة نعتقد أن بعض الأحيان في بعض القرارات اللي تتخذ اللي كلها تأثير سلبي اليوم نتكلم عن المكتبات المدرسية المكتبات المدرسية إلى عام 1428 كانت تسمى بالمكتبات المدرسية بعدين صدر قرار تحويلها إلى مراكز مصادر التعلق فأنت فصلت اليوم عن تنشئات الجيل على موضوع المكتبة أنا يمكن نقطة أحب أشير لها أنا بداية حياتي ووظيفية كنت مدرس وكنت درس مادة المكتبة ومصادر البحث في المدارس يعني اشتغلت سنة في القصيم بعدين جيت للرياض فكنت يعني علاقة جيدة مع الطلاب في قضية المكتبة وقضية اللي هو القراءة وحتى يعني أنا أذكر في أحد الثانويات في الرياض أصبحت المكتبة في الطلب من كثرة يعني العدد للطلاب اللي كانوا يبقون يجون أيضا كان فيه رفض ما بين المادة التعليمية وبين مصادر المعلومات قدرنا يعني بجهود لاتية أن نعزز مواد المكتبة أو مصادر المكتبة بكتب وعنوية لها علاقة بتخصصات الطلبة في المرحلة الثانوية أنا أعتقد أن هذا الشتت هو اللي قاد إلى اللي وصلنا له بالإضافة إلى نقطة جدا مهمة أنه برضو حتى في قضية التوسع في المكتبات أنا أعتقدنا أمر مهم برضو في دراسة اللي هو السوق يعني اليوم مش الهدف أني أفتتح مكتبات أو أني أستعجر مبنى أحط في مكتبة الهدف أنه فعلا هل فيه عائد وقادر على تقديم خدمات نوعية يمكن أن أخي عمرها شرطة هي نقطة جدا مهمة في قضية اليوم التقنية اليوم في عزوف اليوم القطاع قاد يتغير في بعض الحياة مش نتيجة أن المكتبات هي اللي هي بنفسها قاد يتغير نتيجة الظروف اليوم نتكلم عن النشر الإلكتروني عم نستوى المكتبات الجامعية اليوم معظم دور النشر الأكاديمية ما تنشر ورقي تنشر الإلكتروني فبالتالي أنت ملزم أنك تتحول نتكلم عن مستوى أنظمة التعليم التعليم عن بعد اليوم فتحها فاق جديدة للوصول الإلكتروني نتكلم اليوم حتى عندنا في مكتبات السعودية مؤخرا بعد طبعا برنامج تنمية القويدات البشرية والقرارات المتسارقة يمكن آخر القرار اللي صدر البارح اللي في قضية سنوات تخرج الموارحة الثانوية مش عائق للمواصلات فكل هذه يعني تعطي انطباع أننا قاعدين نعيش في فترة فعلا المكتبات فيها جدا مهمة مشروعكم بطراب أنها مهمة وش مشروعكم في مسألة المكتبات وش سويتوا في 82 مكتب اللي ورثتوها طبعا مشروعنا إن شاء الله نقول إنه مشروع طموح مشروع يلبي احتياجات طلعات المجتمع اليوم الحمد لله إنه نعمل وفق هدف استراتيجي واضح الهدف هذا إنه دستورنا اليوم في الهيئة إنه استراتيجية الوطنية للثقافة المستمدة من رؤية المملكة 2030 اليوم نطمح إنه يكون عندنا مكتبات بمفهوم جديد وفعليا بدأنا بهذا الممشروع والليوم مكتباتنا تسمى بيوت ثقافة هي عبارة عن منصات ثقافية وصول للمعرفة هذا جزء من مهامها لكن تنمية القدرات البشرية خلق التواصل يعني التنمية الثقافية التنمية المجتمعية هذه أهداف رئيسية فيها ليش منصات ثقافية؟ اليوم توجهات فيما يتعلق بأندية الهوات اليوم عندنا في المملكة تقريبا بحسب آخر حصائيات منصتها وعندنا ممية سبعمية تقريبا وسبعة عشر نادي هوات في أكثر من مئتين وخمسة من الهوايات هذول يحتاجون منصة هذول يمارسون نشاطاتهم اشتوق توق المنصة قبل دقيقة تقول أخطأنا في حق المكتبة يوم غير لأسمها وسمناها مصادر معرفة أوكي الحين أنتوا على الأول شيء بديت فيه مشروعنا حولنا المكتبة إلى بيت ثقافي لا أنه يعني يعني خليه خليه وضح لك اليوم لما تروح لأي مبنى راح تقول راح تحصل البيت الثقافي مثلا بأحدر فيدة مكتبة أحدر فيدة العامة ما حاولنا أنه نطلع ونغير تغيير كامل أوكي بس أنه نبغى نغير الكونسبت اللي هو أو الفكرة الكاملة عن المكتبة أنه مجرد مكان للوصول للكتب أنت سميتها مخزن كتب كنت تقول المكتبة هي مخزن كتب بلما البيت الثقافي مكان أكثر حيات أكثر حيات وش مكوناتها؟ مكوناتها طبعا مكتبة بأشكالها سواء الموجهة للطفل أو الموجهة للشاب أو الموجهة للبالغين مسرح مساحات فردية مسرحات جماعية معامل ومختبرات معمل تصوير معمل تسجيل يعني تقريبا كل الدعم أو كل القطاعات الستعاش في وزارة الثقافة رح تكون إن شاء الله موجودة معنا داخل البيت الثقافة وهذا يفترض أنه يكون هو الشكل الجديد للمكتبات العامة صحيح ما عد فيه الشكل السابق لا أنتوا قفلتوا كل 82 أننا قفلنا كل 82 لكن هذا الشكل الجديد ما رح يكون متاح أو ما رح يكون موجود في كل المكتبات بأي حامل حوال لكنه رح يكون موجود في المكتبات الكبيرة اليوم أننا عندنا ثاء أربع نماذج عند المكتبات الكبيرة والمكتبات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغيرة فالنموذج هذا رح يكون في المكتبات الكبيرة والمكتبات المتوسطة وعندنا برضو خطة اللي هو النهج الوصول يعني اليوم أننا خطتنا وتوزيعنا الجغرافي مبني على نهج كم من الوقت يستقلق المستفيد للوصول للمكتبة في المراكز السكانية الكبيرة 20 دقيقة في المراكز السكانية والمحافظات والأطراف 40 دقيقة فعندنا نهج واضح في عملية الوصول فاليوم جزء رح يكون متاح في هذه الخدمات في هذه المكتبات الكبيرة ومتوسطة وجزء رح يكون متاح في المكتبات الصغيرة ومتنائية الصغيرة ففيه نماذج مختلفة وليست نموذج واحد وهذا هو الوضع الطبيعي اليوم أنت ما تقدر حتى على مستوى جميع الدول العالم أنت ما تقدر تقدم نفس الخدمات في جميع المكتبات لكن في خدمات تقدم بناء على دراسة السوق على حجم المدينة اليوم ما أقدر أقارن مدينة مثلا عدد السكان فيها بالملايين في محافظة أو مدينة عدد السكان ما يتجاوز 100 ألف لنمسك الأربع تصنيفات اللي ذكرتها كم عدد المكتبات بحلول 20-30 إن شاء الله تعالى اللي مفترض أنكم تعاملون عليها بهذا الفكر الجديد بالأربع فئات بالأربع فئات 153 مكتب إن شاء الله 153 كم منها بيت ثقافي؟ بالمناخذ عندنا 22 تقريبا وعندنا سوري ثمانية مكتبات كبيرة و22 متوسطة فعندنا 30 بيت ثقافي 30 بيت 30 بيت ثمانية بالحجم الكبير حتى ما تغطي مناطق المملكة الثلاثة عشر لأن مناطق المملكة فيها تباين يعني أنا أعطيك مثل بسيط يعني نتكلم عن منطقة الباحة كميثة عدد السكان بحسب الإحصائيات تقريبا 450 ألف بينما في مثل منطقة الرياضة أو في مدينة الرياض عدد السكان يصل إلى الأربع مليون في جدة في الرياض أشتر الرياض تسع مليون أو ثمانية مليون في مدينة الرياض فأكيد أنه راح يكون فيه تباين بحسب بس أقصد الحد الأدنى أنه كل منطقة مناطق المملكة توفر فيها بيت ثقافي بالنموذج اللي أنت تفضلت فيه حتى يكون فيه يعني فرصة لكل سكان المملكة أنهم يحظون بهذا التجربة أنا أفهم أنك ما تحط عشر فروع في الباحة بينما تحط عشر فروع في الرياض بسعى الأقل فيه فرع واحد بالنموذج المميز اللي ذكرتها أنت يكون مجدد الباحة هذا راح يكون موجود في كل مناطق بس عددها ثمانية شون؟ المتوسطة المتوسطة جزء من المتوسطة الكبيرة هي نفس الفترة الثلاثين هذه هي الموزعة هي الموزعة فأنتم منتزمين بأن كل مناطق المملكة الثلاثة عشر فيها بيت ثقافي فيها بيت ثقافي بالنموذج الجديد اللي مسرح الستوديو نطلع منه لتغيير المسلمة مكتب مفهو بيت اللي هو المتعدد الأجزاء اللي انت تشرحته صحيح هذا الالتزام في كل مناطق المملكة بإذن الله تعالى كم منها خلصتوا حتى الآن؟ حتى الآن طبعا عندنا ثنتين تشغيل تجريبي وإن شاء الله الفتتال حيكون قريب في أحد رفيدة وفي الدمام وعندنا تقريبا السنة هذه ست مشاريع بدأ العمل عليها نتوقع أنها تنتهي في الربع الثالث أو الربع الثاني تغطي تقريبا خمس من مناطق المملكة وعندنا أيضا سنة هذه إن شاء الله المشروع لاستكمال بقية المناطق نفتتح فيها المكتب المفهوم الجديد بيت الثقافة بكامل مكوناتها فهيكون نغطينا جميع مناطق المملكة العربية السعودية بس أبو ناصر يعني سامحني ثلاث سنوات وأربع سنوات من تأسيسكم وثوكم ثنتين في مرحلة التجريب لا مرحلة التجريب لا انتهت مرحلة تشغيل تجريبي حتى لو مرحلة تشغيل مرحلة تشغيل تجريبي مكتبتين في خلال ثلاث سنوات يعني مو بمعقول لا أنا أعتقد أنه معقول جدا لأننا نتكلم عن قطاع يعني مختلف تماما قطاع رأسمالي قطاع تشغيلي موازنات عالية نماذج تشغيل مختلفة فبلاكس أنا أشوف لنا وضع طبيعي جدا ولكن التحدي بالنسبة لنا اليوم مش قضية الثلاث سنوات الثلاث سنوات هذه كانت كلها عبارة عن جمع بيانات تحليل بيانات يعني أنا أعطيك من ضمن الأشياء اللي اشتغلنا عليها خلال سنة الماضية اليوم عندنا كثير من الأصول الحكومية الغير خل نقول غير مستفد منها ويمكن أكبر مثال عليها اللي هو المراكز الحضارية التابعة على الوزارة الشؤون البيديو وقل الويسك هذي حلو صراحة أنت عاونك معها يعني صراحة بذلنا جهد وقدرنا نبني قاعدة بيانات كاملة عن جميع المراكز الحضارية موجودة في المملكة عددها إحداثياتها جاهزيتها مستوى الإنجاز فيها وقدرنا نشتغل مع الجهات ذات العلاقة يمكن أول مشروع راح يطلع إن شاء الله اللي هو واحد الملك سلمان اللي قدرنا أوقعنا شراكة مع أمانة مدية الرياض في الانتفاع من المدة 25 سنة فقضية اللي هو تعظيم الإفادة من الأصول الحكومية كان بالنسبة لنا موضوع جدا مهم مش قضية بناء اليوم البناء يعني يعرف أنه فيه الرؤية جات واضحة فيما يتعلق بتعظيم الإفادة من الأصول الحكومية وبالتالي كان نستهدف وين اللي نقدر نطلع بشكل سريع وفي نفس الوقت نقدر نوفر اليوم لو طلعنا مع المراكز الحضارية على مستوى فقط 20 مكتبة أو بيت ثقافي حجم الوفرات اللي رح نوفرها على ميزانة الدولة تقريبا 8 مليار زايد السرعة زايد السرعة أغلبها موقع قائمة زايد السرعة والنقطة الأهم برضو اللي هو التشارك مع بين المسات الحكومية في قضية اللي هو المشاريع الثقافية اليوم ما تقدر تشتغل بالحال بأي حامل الأحوال وقعدين نشوف الآن على كافة القطاعات في مجال القطاع الرياضي في مجال القطاع السياحي تكامل بين المؤسسات تكامل بين القطاع الحكومة والقطاع الخاص أنا أعتقد أن هذا هو التحدي اللي أننا عملنا عليه خلال ثلاث سنوات ماضية وخلال السنتين ما نقدر نقول ثلاث سنوات يمكن خلال نقول سنتين كورونا أنتم ما تحسبونها لا لأنه تأسيس الهيئة يمكن تأسيس الهيئة كان في فبراير 2020 يعني على بما تكون فريق العمل على بما تم الإنتام الاستراتيجية استراتيجية منتين منها تقريبا في شهر ثلاثة من عشرين وواحد وعشرين تعرف اليوم ما تقدر تشتغل بدون ما يكون عندك استراتيجية وأهداف ومؤشرات فنقول سنتين هي الفعلا كانت يعني هي عمر على الرغم من نقطة جدا مهمة وأنا فأقولها برضو هي تدعم كلامكنا لنا في السنوات استراتيجية تطوير المكتبات العامة طبعا هي كانت من ضمن مبادرات وزارة الثقافة اللي عادت عنها مع تدشين استراتيجية واعتمدت قبل إنشاء هيئة المكتبات واعتمدت اعتمد اسمه وزير الثقافة في ديسمبر 2019 ففعليا أنتم يعني جاهزين وخاصين يعني مفرض نشوف أكثر من بس يعني في نفس موضوع المكتبات بمفهومها الجديد كبيت للثقافة أنا صراحة ما كنت مستوعبة وما كنت فاهمة لين يعني لما زرتك وعرضوا الزملاء نموذج مكتبة أحد الخيدة الحقيقة أني مهما حاولت أوصف الموضوع أجمل مليون مرة من اللي أنا كنت أتوقع والنجاح هو في إحياء المكان صراحة أنا ما أظن عندنا عائق نبني أماكن حلوة نقدر نبني وسبق نبنينا وبنبني وما هو بتحدي التحدي هو شلون تقنع الناس شلون تجذبهم شلون تحفزهم منهم يجون واللي صار في هذاك المكان غير عادي أنا بأترك لك الآن مسؤولية أنك توصف للناس وش اللي صار في هذاك المكان وش الأنشطة وش الدورات عدد المسجنين عدد الزوار لأنها فعلا حراك غير عادي طيب بس أنا قلما أجاب السؤال بس برجع لأن سؤالك صراحي يلامس شي كثير حق السنتين حق السنتين أنا حين عفيتك من الحرج أنت برجع تلك بالعكس لأنه ثلاث سنوات ومكتبتين ترمى حد بقتنا بالعكس يعني اليوم في منتجات أطلقتها الهيئة يعني الهيئة هنجيها إيه بس أن هذه جزء من خطة التحول يعني اليوم أنا ما أقدر أتكلم عن أني أوكي أنا وقفت خدمات المكتبات في شكلها التقليدي صحيح لكن في المقابل اشتغلت على الخدمات التي تلبي احتياجات الناس فيما يتعلق خاصا بالوصول إلى المعرفة من خلال أكثر من مشروع يمكن مشروع مناول مشروع مسموع مكتبات متنقلة وهذه مسؤولة فعلا لكن بعد ما أخلص مشروعكم الأساسي والأكبر هو المكتبات صحيح بالذات من المفهوم الجديد كبيوت للثقافة صحيح بعدها أتكلم عن المبادرات الأخرى لأنها ليست بنفس الوزن يظل هذا هو مشروع الأساسي لكن هذه المبادرات الأخرى كانت لتغطية القاب أو لتغطية الفراغ خلال السنتين على مال ما تظهر مشاريعنا الرأسمالية ومشاريع الأصول كان في بدائل قدمت للمستفيدين للاستفاد منها لكن برجع لأحد رفيتها يعني تاريخيا أنا أعتقد أنها أول مرة تصير عدد الزوار خلال 38 يوم وصل 12 ألف عدد كبير جدا 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 يعني أنا أسترجع لك بناء على يعني خبرتي السابق وفزار الثقافة والإعلام يمكن مجموع المكتبات ما كان يوصل للعدد هذا يعني أنا أذكر كثير من المكتبات التي طلبنا تقارير وراجعناها أن عدد الزيارات في شهر لبعض المكتبات توصل 22 أو بعض المكتبات 17 17 شخص 17 شخص أنتوا هناك 12 ألف 12 ألف 38 يوم قد يقدم أسبوعيا ما لا يقل عن 20 برنامج ما بين برنامج تدريبي أو ما بين ورشة حمل في مختلف المعرفة في تنمية القدرات في مجال التقنية أرد أمثل أبو ناصر محددة وش بالضبط قدم لهم؟ أنا حبيت أنكم استخدمتوا برضو أو استعنتوا بخبرات المجتمع المحلي نفساً لاس من أهل الديرة هم جوا وقدموا ورش لأهل الديرة صحيح يعني قدمت فيها برامج في التقنية استخدام الماكروسوفت أوفيس كمثال الأكسل الباور بولينت الورد قدمت فيها ورش عن الرسم باستخدام أدوات معينة قدم فيها ما يتعلق بالاستثمار وكيف أنك يعني تحافظ أو ترسم ميزانيتك قدم فيها أيضاً فيما يتعلق بتعزيز العادات القرائية قدم فيها اختياراتك والتحديد اتجاهاتك وميولاتك القرائية فهي منفتحة على جميع الموضوعات خاصة وهذه نقطة يمكن أشارتنا أخي عمر اليوم أننا في أي مكتبة أو في أي مشروع أننا نسوي دراسة قبلية ونجتمع مع أهل المنطقة والمدينة ونسمع منهم ونسمع هم وشي يبغان مش أننا وش اللي نبغان أوكي أننا عندنا توجهات فيما يتعلق ببعض القضايا المهمة لكن الأهم أنه كيف أن هذا المجتمع يؤمن أن هذه المكتبة هي مصدر ملهم له ولأبناء ومكان للمتعة عندنا مستادف ثاني برضو وهذا أيضا من الأشياء التي أشارتها لرؤية المملكة 2030 وهو دمج المجتمعات اليوم نتكلم عن العمالة الموجودة في المحافظة السعودية من المقيمين مختلف الجنسيات مختلف المهن اليوم علاقتهم الثقافية حاجة إلى مكان يمارسون فيه نشاطاتهم بحاقة يعني خلق علاقة جيدة ما بين الثقافات فهذا أيضا دور رح نلعب فيه واليوم عندنا توجه برضو وهذا من الأشياء المهمة جدا في مكتباتنا الحديثة هذه في عقد ندوات ودورات بلغات مختلفة يعني اليوم عندنا دراسة الآن تجرة في الدمام واحد الفيادة معرفة أهل الجنسيات الموجودة فممكن يكون عندنا بكرة وش ساعات الدوام للمكان هذا طبعا ساعات الدوام اللي هو إلى ساعة عشر في الليل طبعا فيه طراب يعني ما تسكنتين الظهر مثل لا لا شغل أول لا لا وعندنا توجه الآن اسموح لرجال ونساء بطريقة الحال في كل تأكيد بالأعمار ما في سقف أبدا الجنسيات ما في سقف أبدا فهي مفتوحة للجميع في قضية الفصل بين الجنسيات أنا أعطيك دور هيئة المكتبات اليوم يعني إلى وقت قريب كان بعض المكتبات تفصل بين الجنسيات إلى وقت قريب جدا 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 لكن هيئة كان لها دور في لغاء هذا الموضوع في اليوم يعني ما في مكتبات تفصل فهذا أحد الأدوار اللي هو أدوار هذه المكتبات هو تطوير كفاءة القطاع وهل هذا يعني أدى إلى عزوف مجموعة من السيدات اللي يبغون مساحة خاصة فيهم يبغون يخضون راحتهم لا لأنه في الأخير المكتب فيه مساحة مخصصة بس اليوم نتكلم عن تجربة يعني وكلنا يمكن إلى وقت قريب أي شخص مر بمثل هذه التجارب اليوم لما نروح لأية مكتبة أو تروح لأية مكان يقول لك هنا قسم الرجال هنا قسم النساء طيب والأطفال ما وضعهم هذا واحد اثنين أنا جاي كتجربة عائلية فبالتالي لكن إنه عندنا في مشروعنا لا فيه أماكن مقصولات خاصة للنساء فيه أماكن للصلاة طبعا للنساء فبس عملية الفصل الكامل وفيه مدخل رجال مدخل نساء وهنا خدمة وهنا خدمة فهذه أصلا حتى فيها تكاليف وفيها يعني يعني ما عدت فيها متعة يمكن تجاربنا كثيرة كانت في وقت سابق وانت فيه كان فيه عزوف عن حضور بعض المناسبات أو الفعاليات بسبب قضية الفصل فاليوم لا كل المكتبات الاستوديو تفعل والمسرح هل تفعلت في الأحد الرفيدة؟ لا إلى الآن ما تفعل ليش؟ مش لسبب لكن فيه خطة تشغيلية واضحة أعتقد التفعيل رح يكون خلال الفترة القادمة لكن المسرح فعل الورش العمل فعلت المسرح المسرح فعل فيه ندوات ومفتوح الآن لإصطادها في نفس الوقت فيما تفيه عروض مسرحية؟ لا إلى الآن ما أقدم فيه عروض مسرحية لكن فيه طلبات وصلت للبيت الثقافي في أحد الرفيدة في طلب المسرح لتقديم يعني فعاليات معينة مشغلين عليها وش علاقة شركة علم في الموضوع هذا؟ ما لا علاقة علم شركة مشغلة فقط مشغلة وحتى التجارب اليوم خلنا أخذ على مسوى تشغيل المكتبات وهذا من التوجهات الحديثة في تشغيل المكتبات العامة بسبب تخفيض التكاليف وتعزيز الإرادات في الولايات منتعة الأمريكية اليوم في شركة تدير أكثر من 95 مكتبة عامة النتائج التي حققتها نتائج مهولة أول حاجة في عدد الزيارات ارتفع عدد الزيارات في معدل 25% الوقت الذي يمضيه الزيار داخل المكتبة ارتفع من نص ساعة إلى أربع ساعات فاليوم القطاع الخاص وهذا أيضا من اختصارات هذه المكتبات وتشجيع القطاع الخاص على استثمار في المكتبات في شركة علم مشغلة تمتلك من الخبرات وتمتلك من الدراية فنعمل معه ونتمنى إن شاء الله تنجح تجربة كأول تجربة على مستوى المملكة في قضية إدارة تشغيل القطاع الثقافي من قبل القطاع الخاص وهناك كافي شاب داخل البيت الثقافي أو المكتبة هذه المفترض فيه بس ما بعد هناك عروض الآن يعني عرضوا طلب لكن المفترض فيه وفيه مطعم برضه فدور الشركة المشغلة أنها تجيب هذه الروافذ التجارية وتحاول تغطي مصاري في المكان بحيث يكون مستدامة صحيح حتى فيما يتعلق بالفعاليات تنظيم الفعاليات حتى ما يتعلق بتأجير المساحات كل هذا من يعني من الأهداف الأساسية اللي خلتنا نفكر بطريقة أنه كيف أن القطاع يدار من خلال القطاع الخاص بس المؤكد أنه لن يكون من مصادر دخلكم رسوم دخول ولا رسوم على الورش هذه لأنه 12 ألف هذول يما جوق إلا لأنك فاتح الباب مجانا أول ما تبدأ تحط رسوم تضيق عليهم أنت تكون حرمت جزء من المجتمع أن يستويض من هذا لا طبعا ما رح يكون فيه رسوم طبعا أول شيء بالنسبة للعضويات هي عضويات مجانية لكن في عضويات متميزة يعني اليوم أغلب المكتبات حتى على المستوى العالم العضويات بشكل مجاني لكن تسمح مثلا بعارة سبع كتب في الشهر فأنا ممكن أعطي يعني عضوية مميزة أسمح لك بـ 14 كتاب فترة الإعارة 21 يوم في العضوية المميزة ممكن أرفعها إلى 51 يوم فهي يعني خيارية بالنسبة لكن الحد الأدنى متاح للجميع بشكل مجاني نجي لموضوع الورش وموضوع هذه لا هي مجانية إلا في حالة واحدة إذا كان في مساحة استؤجرت من المكتبة من قبل قطاع خاص أو من قبل مؤسسة حكومية وتقدم دوراتها في الهيئة بتقديم ورش وبتقديم برامج مجال جميع فئات المجتمع بشكل مجاني على مدار العام إذا كان الممول وزارة الثقافة والمشغل العلم ليش نحتاج هيئة في النص تطرح الوزارة مناقصة تشغيل 30-40 مئة مكتبة وتجي علم وتاخذها وتشغلهم وين القيمة المضافة للهيئة في هذه القصة طيب طبعا القيمة المضافة للهيئة في قضية أول حاجة رسم الاستراتيجيات الخاصة بإدارة القطاع بشكل كامل بشكل كامل سواء المكتبات العامة أو الخاصة أو إلى آخر الشيء الثاني فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة والمراقبة اليوم على مستوى جميع القطاعات كثير من القطاعات التي نشوفها اليوم تشغل عن طريق القطاع الخاص هل يعني الغاء الجهة الحكومية المسؤولة لا بالتأكيد بالعكس أنا أعتقد مثل هذه الممارسات تعطي الجهة مساحة أكبر نعم تبعيش دور تنظيمي تنظيمي وبحث عن الفرص اليوم لما تكلم عن قطاع المكتبات وهذه من ضمن الأشياء التي عملنا عليها خلال الفترة الماضية اليوم حتى في قضية فعاليات هيئة المكتبات هي لها ارتباط بنظريات التعليم بنظريات التعلم اليوم أنه ما نبغى الطفل مجرد أنه حضر فعالية لا لا اليوم أنه نبغى الطفل يطلع ويكتسب مهارة المهارة هذه تنمو يعني راجعنا جميع الإحصائيات والدراسات اللي نشرتها وزارة التعليم فيما يتعلق مثلا باختبار الكفاءة القراءة الدول اللي تشارك فيه المملكة واللي حققت فيه في 2021 نتائج يعني شوي متقدمة مقارنة بـ 2011 و2016 عرفنا بيانات جدا ملهمة ومهمة في قضية الطلاب الأكثر تفوقا في القراءة هم من الفئة هم من الفئة ذات الدخل الاقتصادي مثلا المرتفع والمنخفض هم من الفئة اللي عندهم مكتبة في البيت فلا أن عندنا مشروع ضخم في قضية اللي هو تنمية القدرات البشرية اليوم أننا نأمل أن القراءة والمعرفة والوصول تصبح سلوكي وهذا اللي الراهن عليه وهذا اللي أنا أعتقد أنه هو اللي رح يحقق جميع مستهدفاتنا اليوم لما نشوف كثير من ريادة الأعمال على مستوى العالم لما نتكلم عن نعطيك مثل بسيط في الولايات المتحدة الملكية المكتبات العامة تساهم في خلق تقريبا أكثر من مليون وخمسمائة وظيفة سنوية من وظائف الحديثة كيف تخلقها؟ من خلال تطوير الكوادر البشرية من خلال دعم رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة ومتوسطة أننا بكرا نتأمل ونطمح بكتماتنا وبيوت الثقافة أنها تكون هي الملجة لرواد الأعمال هي الملجة للحصول على المعلومات هي الملجة للفهم للسوق لمعرفة المجتمع معدل إنفاق على التقنية معدل إنفاق على ثقافة معدل إنفاق على الترفيه على الرياضة وبالتالي تقدر تنطلق أننا نأمل أنه اليوم وكلنا نتفق تماما اليوم المهارات المتحدة الأشخاص التي تقود اليوم كثير من الناس عندها انترنت في البيت وعندها أكسس من خلال الجوال وغيره لكن مو بقادر يوظف التقنية لخدمة حياته سواء اقتصاديا أو اجتماعيا اليوم عندنا مشروع ضخم فيما يتعلق بتعزيز الوعي للمعلومات إنه كيف تقدر توظف التقنية لخدمة حياتك وهذا من ضمن الأشياء النتائج الرؤية اليوم النشاط اللي قاعدين نشوف النشاط التعليم النشاط الثقافي الرياضي الناس صارت تفكر في كل شي الناس صارت عندها طموح عالي الناس صارت تفكر أنه لا أنه هذا الوضع أنه نبغى نطلع فوق قيادة سمو سيدوي العهد كانت ملهمة جدا فاليوم إنه في هيئة المكتبات نأمن نكون مظلة تخدم جميع قطاعات الدولة يعني ما زلنا في الحديث عن تجربة أحد رفيدة أنت نجحتوا في الأصعب وأنا أعتقد أن اللي شفته عدد الزوار ونوع الأنشطة والبرامج والورش اللي قدمت شيء فوق التوقعات ولو استمريت بطريقة هذه أنا أؤكد لك أنه حيكون في أثر ثقافي على المجتمع لا يوصف فهو الجزء الأصعب سويته الجزء الأسهل اللي هو التصاميم حلوة ملهمة محفزة يعني هذا ما صار وهو الغريب لأنه يعني كان معكم وقت المنشاة هذه ما هي منشاة قديمة ورثتوها قاعدين تعدلونها هي منشاة جديدة وذات الثقافة كل شريحها ذات جودة تصميمية تفوق العادي تفوق الخيال لما شفت المكان جدران بيضة إضاءة بيضة حستني في عيادات مكان ما هو ما يعطيني الشعور للهام اللي اليوم ناس تروح تختار كافي شوب عشان تقرافيه لأنه والله المكان بصري الممتع وين كانت مشكلة طبعا هي ما هي بسيئة عشان لاحل يفهمني غلط يا رئيسة سيئة بس لا توازي المتوقع من وزارة الثقافة ومن هيئاتها ومشاريعها اللي دائما تعودنا أن تكون شيء مميز وطبعا يمكن الحكم من خلال الصور قد يكون لكن أنا أقدر أقول لك أن المكتبات والتصاميم روحي فيها أعلى المعايير لكن أنا أتف اغتماع ما كان ينقص بعض العناصر الثقافية اللي تكون موجودة وهذه طبعا يمكن تأخرنا فيها لأنه كنا نستهدف كنت طلعت على صور أحد الفيدر أي أننا نستهدف الأعمال الفنية من أبناء المنطقة أننا نقدر نجيب أعمال فنية من أي مكان لكن نستهدف الأعمال الفنية من أبناء المنطقة على أساس يكون فيه ارتباط فاللي أقدر أو اللي نقدر نوعد فيه في الهيئة لا أنه راح تكون مكان ثقافي راح يكون مكان ملهم راح يكون فيه عناصر جذب فيما يتعلق بالتصاميم لكن ترى الأعمال الإنشائية التي تمت فيها تقريباً تفوق تكلفتها أكثر من 17 مليون هدم، إعادة بناء، إعادة ترتيب الأمور، إعادة فتح المساحات فأعدنا تصميم المبنى داخلياً بحسب استراتيجيتنا فهذا كان جداً شوي مش أمر سهل وهذا ينسحب على كل المكتبات اللي نعمل عليها إنما نتكلم عن تصميم الخارجي، تصميم الخارجي ممكن نسوينا فيه عناصر بسيطة وكانت جميلة، لما ساتت خارجية جميلة، سنتكلم على من جوة من جوة أنا أتفق تماماً معك، لابد أن يغذى بعناصر ثقافية لوح تحاف خطوط يمكن بعد زيارتك على طول اتخذنا إجراءات وهذا الشيء الجيد أنه في الأخير أنه يمكن لهينا فيه شغلة هي الأكبر فيما يتعلق بالتفعيل وهذا الصح وبيض الله وجهكم لكن كان عندنا مثلاً جانب قصور فيما يتعلق بخسيمة تغذية البصرية الداخلية اليوم بعد ما التقينا معك على طول تواصلنا مع كثير من القطاعات داخل الوزارة المهتمة مركز الأمير محمد السمال الخط العربي شوف كيف نقدر هيئة الفنون البصرية فلا أنا أعتقد إن شاء الله أننا قادرين على الإبداع وقادرين إن شاء الله على أنه نستمر لكن استمراريتنا هي مرتبطة برضو بالتفاعل اللي نتوقع من المجتمع اللي نتوقع من المجتمع أن هذا المكان يعني مش مكان للزيارة الموسمية مكان للمتعة الثقافية مكان للتعليم عادة أسبوعية أو يومية صحيح يومية ونتوقع إن شاء الله أنه يعني فعلاً يحدث الفرق من اليوم إلى نهاية عشرين أربع عشرين راح يكون عندنا ما لا يقل عن تسع بيوت ثقافة شغالة أنا أعتقد إنها بيكون حصلنا على كمية بيانات ومعلومات كبيرة بنعمل على إعادة دراساتها وتحليلها فهم أعمق للموضوع برضو تقييم تجربتنا من خلال تفعيل أو تشغيل القطاع الثقافي أو تشغيل الأصول الثقافية من خلال قطاع خاص اليوم عندنا برضو أنظمة تشغيل ثانية قاعدين نشتغل عليها اللي هو تشغيل المكتبات من خلال المؤسسات الغير ربحية وهنا فيه برضو نتماشى مع رؤية المملكة 2030 اليوم المملكة تستهدف تقريبا مليون متطوع بحلول 2030 تصريح معاني وزير الموارد المشارية أنه وصلنا إلى 650 ألف يعني أنا أعتقد إنه بنوصل بعد الرؤية تقفلنا الرقم أكثر اليوم كيف أنه برضو أفراد المجتمع يؤمنون بهذا المشروع يساهمون في إدارته من خلال العمل التطوعي كيف الجهات ذات العلاقة منصة هاوينة تدعمنا أيضا فيما يتعلق ب أندية الهوات أندية الهوات ودعم أندية الهوات الموجودة وتخصيص الأماكن داخل هذه المشاريع فأنا أعتقدنا مشروع طموح جدا بس الأرقام ما يبطموحها أبو ناصر من ناحية من ناحيةك صد أنت بتوصل إلى 150 150 في 2030 يعني حتى ما غطيت مدن المملكة وكان في سؤال هنا جميل غطينا مدن المملكة نتكلم عن المحافظات يعني محافظات ألف باء صحيح يعني هنا في سؤال رائع من أحد الأصدقاء يقول ما نبي أكبر وأضخم نبي أقرب يعني هذه عادة المنشآت أو هذه الأماكن تزداد الاستفادة منها لما تكون أقرب وسط الأحياء فـ 353 هل هو هدف طموح يغطي يعني كم في المئة من السكان بيكون عندهم وصول خلال 10 دقائق مشي لهذه الأماكن طيب شوف بحسب الدراسة اللي عندنا أنا لو حققت 6 مئة من مكتبة فأنا خدمت وقت 90% من السكان المنكروسوري فيما يتعلق بالوصول وش تعريف خدمتهم؟ خدمتهم لأنه أنا خدمتهم فيما يتعلق بالوصول يعني كم أقدر أوصل؟ خلال 20 دقيقة سيارة سيارة خلال 20 دقيقة المفترض أن يكتدر سوصل للمكتبة طبعا أنا أتفق معك لما نرجع مثلا اليوم للمؤشرات الدولية أنه مكتبة لكل 100 ألف فبالتالي أنا الرياض أنا أحتاج تقريبا على افتراض أنه 5 مليون فأنا أحتاج إلى 50 مكتبة لكن هل أنا أحتاج إلى 50 مكتبة كأصول أو أحتاج إلى 50 مكتبة كخدمات؟ اليوم أنا مناول يعتبر مكتبة بحذ ذاتة مكتبة ذاتية قدامك جد الطريق شحنة مناول؟ مناول هو عبارة عن جهاز ذاتي يتيح للمستفيد اللي هو استعارة الكتاب وارجعها بدون تدخل بشري عبارة عن جهاز يوجد فيه تقريبا 375 عنوان مختارة بعناية تجي أنت كمستفيد تسجل بياناتك من خلال الأنظمة الإلكترونية تطلب الكتاب تسعبه تأخذه عندك في البيت تقرأه وترجع على المشي وهذه كم مكتبة من هالنوع موجود؟ عندنا الآن 12 وهي أول مرة طبعا تدخل صراحة على مستوى الشرق الأوسط فكانت تجربة جدا مهمة بالنسبة لنا برضو تخلنا فيه شراكات مع القطاع الخاص جميع الأجهزة هذه موجودة في المولات عساس أنها تكون أقرب برضو للناس فهذا جزء من مشاريع اليوم نتكلم عن هيئة المكتبات عندنا تقريبا لو نأخذها كمكتبات وهذا كم تبقوا أن تصلون من جهاز؟ نبغى نستهدف أن نصل إلى الحد الأدنى اللي يغطي لما نقول مثلا مدينة مليون نسمة وفيها مكتبة واحدة نبغى تسعة أجهزة على اساس أن يكون عندي عشر ويكون تماشيت مع معيار اللي هو مكتبة لكل مئة أل بالإضافة إلى نقطة جدا مهمة أنه لما تكثر الأجهزة ويكون فيه أصل فعملية الأصل اللي عارة واستعارة رح تكون سهلة اليوم أخذت الكتاب من الجهاز هذا ما أنت ملزم أنك ترجع في نفس الجهاز أنت ترجع في أي جهاز ترجع في المكتبة نفسها الخدمة اللي نشتغل عليها الآن شركها واحدة تتصير أي الخدمة اللي نشتغل عليها الآن أنك من البيع تقدر ترجع عن طريق البريد وهذا برضو رح تكون يعني إضافة إن شاء الله يعني للمستفيد في قضية اللي هو إرجاع الكتاب صرفنا نياك ببو ناصر على الفرق بين التجربة الأمريكية والبريطانية في موضوع المكتبات واحدة منهم نجحت وازدهرت واحدة منهم يعني ضمحلت تجربة الأمريكية هي اللي نجحت لأنها صار فيه المفهوم الجديد اللي هو مصادر أو مراكز مجتمعية أكثر منها مكتبات تقليدية اليوم على مستوى الزيارات في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا آخر حصائي طلعت عليها كانت 2019 ما فيه نزول كبير يعني بتقريبا نمكن أقل من واحد إلى اثنين في المئة اللي هو انخفاض عدد الزيارات من 2011 إلى 2019 لكن في المقابل ارتفاع في عدد حضور الفعاليات وارتفاع في عدد الفعاليات وفي نفس الوقت يعني تنمية القدرات وتطوير الذات كانت مرة عامة جدا مهمة يعني 65% من المبحثين في المكتبات يرون أن المكتبة ساهمت في تطوير وتنمية قدراتهم 55% من الشعب الأمريكي عضويات في المكتبات العامة في المقابل التجربة البريطانية طبعا يمكن تأثرت كبير في 2008 بعد الأزمة المالية ترى تبعيها تخفيص في ميزانيات المكتبات ترى تبعيها اللي هو إغلاق عدد من المكتبات اليوم تقريبا عدد المكتبات الموجودة في بريطانيا ممكن 3600 مكتب مقارنة بـ 17000 في الولايات من تعدل أمريكية كثير منها الآن يعاني ما في صراحة خطة أنها استمرت كمكتبة ما تحولت إلى مركز ما عادة أحد المدن في اليوكيه كان عندهم مشروع رصدوا لتقريبا 12 مليون باوند في قضية إعادة تفعيل المكتبات كمراكز مجتمعية ترتب عليه زيادة عدد الزيارات زيادة عدد الفعاليات ارتفاع معدل الرضا يمكن التجربتين هذه كانت بالنسبة لنا جداً مهمة وملهمة لكن دائماً أنا أقول مهما كانت تجارب الدول الأخرى أنت اليوم في سياقات مختلفة تماماً اليوم أنت احتياجاتك قد تكون هي الأهم أوكي التجربة الأمريكية محل الاعتبار وندرسها ونستفيد منها التجربة الليطانية تجربات التجارب الأخرى سواء كانت عربية لكن اليوم أنا عندي سياقات مختلفة أنا اليوم عندي مشاريع لها علاقة بجودة الحياة عندي مشاريع لها علاقة بتنمية القدرات المشارية عندي مبادرات ومشاريع لها علاقة بإثرات تجربة الحاج والمعتمر كل هذه تصب وتتطلب مني أني أعمل وفق هذه الاستراتيجيات وأستفيد من التجارب الأخرى فأحنا قلنا غطينا موضوع بيوت الثقافة أو المكتبة بشكلها الجديد وقلنا هدفكم 153 مكتبة في 2030 وسألفنا عن حذر فيدة وسألفنا عن مناول صحيح مناول الاسم أخذ من أحد الوظائف اللي كانت موجودة في مكتبة بيت الحكمة اللي هو كان الشخص اللي يسحب الكتاب ويعطيه المستفيد آه أوكي من هنا أخذت الاسم فأخذنا الاسم من هذا فلح لها امتداد حاليا في 12 جهاز لكن هو التوسع الحقيقي والكبير سيكون من خلال هالأجهزة صحيح عشان نحقق الحد الأدنى صحيح في الوصول وهي ممكن نلاقيها في المحافظات ونلاقيها في كل مكان لا في المحافظات طبعا إن شاء الله رح نلاقي لكن حسب تصريف المحافظات محافظة ألف باء جيم يعني اليوم أنت عارف يعني كثير من المحافظات تكون قريبة صحيح صعب أنك تضع في كل محافظة في مكتبة لكن ممكن تأتي للمركز الأساسي أو المحافظة وتخدم بقية المراكز التي تتبعها فهذه من ضمن الاعتبارات عندنا وهذا من الأشياء التي سنخطيها إن شاء الله وفي أيضا شفت من عندكم تجربة سمع أو مسموع مسموع وش هذي؟ مسموع طبعا هو مكتبة صوتية يعني روعي في تصميم أنها تحاكي اللي هو كباين الاتصالات السعودية التي كانت موجودة في فترة ستينات وسبعينات أو السبعينات ثمانيات الميلادية وهذا طبعا توجه عالمي كثير من الدول بدأت يعني توظف الكباين الصوتية في أكثر من مشروع فمشروع مسموع صراحة حصل على يعني ردودة فعل جدا جميلة وفي نفس الوقت عدد المستخدمين العالي جدا اليوم آخر إحصائية من بداية اطلاق المشروع لليوم عدد المستخدمين وصل تقريبا إلى 253 ألف مستخدم لجهاز مسموع عجيب طبعا أعلى المدن جدة معدل الاستماع فيها عالي جدا بعدين الرياض بعدين المنطقة الشرقية لو تشرح بشكل مبسط وبناصر شون طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام هي أنك تتقف أمام الشاشة تضغط ابدا تختار من العنوية الكتب اللي موجودة تختار بحسب الموضوع مثلا أنا بغا في تنمية المهارات مثلا الشخصية كليك يطلع لك الكتب الموجودة تضغط عليه كتاب يجبك تسمع مقطع تقريبا مدتها إلى 5 ثواني مختصر الكتاب جازل في الكتاب QR على جوالك تسمع الكتاب وانت ماشي فهو مكتبة مجانية مجانية أخذ الكتب إذا مرخص الخمس ثواني شوقني بار كود ألاقي يتحمل على جوالي تسمع وأسمع وأنا مكمل صحيح فاللي ما يحبون القراءة الكتب المقروعة عندهم مكتبة ضخمة من الكتب المسموعة صحيح كم عنوان في الجهاز؟ حتى الآن وصلنا تقريبا إلى 150 عنوان مجاني مجانا أضفنا عليها برضو مؤخرا تقريبا 50 عنوان باللغة الإنجليزية ودائما هذه النقطة جدا مهمة ودائما بحال نقاش بينزومة في الهيئة أنا دائما المكتبة نعرفها أنك متخصصين أنها كائن ينمو يعني لا تقول لي 150 شوي لأنها ستنمو مع الوقت إلى أن توصل إلى عدد كبير زي هذه المكتبات الرقمية زي هذه المكتبات التقليدية نقطة جدا مهمة برضو في قضية هذه من الأشياء اللي طلعت عليها وشدتني صراحة لما يعني الزمل يشاركون معي اللي هو الإحصائيات أحب أن ندخل بعض التفاصيل أنا أتذكر المشهف الدراسي اللي كان يشوف عليه دائما يقول لي يقول تخيل أنك رقم داخل هذه الأرقام فأثناء عملية تحليل البيانات وتتعرف على الرقم اللي جنبك فأنا دائما يعني ممكن فرزوما يشوفون أني أكون حريص لما تيجي التقارير يطلع عليها فنات صفح التقارير وجدت طبعا أول حاجة طبعا معدلات الاستخدام تتفاوت من مكان إلى مكان آخر وهذا مؤشر مفترض أنه يستخدم بالنسبة لنا أو نستفيد منها النفلحية أو حتى بالنسبة للباحثين الراغبين في دراسة خلال نسخة أو اقطاع الكتاب في الموقع السعودية الشيء الثاني أني قاعدة أستعرض أكثر الكتب استماعا كذا شفت من ضمن العرض اللي هو أكثر الكتب استماعا يعني تفاجأت أنها كلها تتماشى مع الرؤية تطوير القدرات الرجل الذكي الأب الفقير والأب الغني كلها ماشية بالإضافة طبعا إلى الروايات والقصص فهذه تعطيك انطباع تعطيك تصور كامل عن توجهات وهذه يعني راح تساهم في تغذية اللي هو قطاع النشر اليوم أهلية المكتبات لها دور كبير جدا في قضية تحسين قطاع صناعة النشر وهذه برضو من النقاط اللي عملنا عليها خلال الفترة الماضية يمكن أنا وكثير من اللي في عمري ما زلنا إلى علاقتنا جيدة بالكتاب الوراقي بينما نجد أن الكتاب الكتروني ما يستهوين بشيء كثير لكن اليوم تلابد أنك تشوف التوجه الحقيقي والرائع فكان فيه بعض الملاحظات على هيئة أن الهيئة قاعدة تتوجه إلى الوصول الرقمي وتنسى الجانب الإلكتروني توجه للوصول الإلكتروني مهم جدا لكن الإشكالية الآن لأنه غير متاح بشكل إلكتروني فبالتالي قطاع النشر لما يعرف أن فيه جهة راح يعني تشتري منه هذه النسخ شيء طبيعي أنه سيعمل على تحويل منتجة إلى نسخ رقمي وبالتالي أنا سيد منها وأعزز صناعة قطاع النشر في المنكب السعودية وفيه مشاريع طبعا وهذه النقطة من الأشياء التي تحسب للوزارة وتحسب للتوجه العام التكامل بين الهيئات والتكامل بين القطاعات الثقافية اليوم التي يصير على مستوى الوزارة وحدة من مبادلاتكم المهمة أبو ناصر هي تصميم وبناء مكتب رقمي للأطفال صحيح وأعتقد أنه هذا فعلا فعلا بيكون مغير لسلوك الأجياء القادمة إذا بدأنا نحفزهم وشجعنا القراءة من عمر مبكر وش أخبار هذه المبادرة؟ طيب بالنسبة للمكتبة الرقمية ومكتبة الأطفال هي جزء من مشروع كامل وهو منصة الرقمية وهذا أيضا أحد المشاريع المهمة التي عملنا عليه خلال الفترة الماضية ومن المتوقع تتشين المنصة خلال الربع الأول بإذن الله لهذا العام كان عندنا مشكلة على مستوى المكتبات وما زالت المشكلة قائمة لليوم ما عندنا إحصائيات عن عدد المستخدمين للمكتبات ما عندنا إحصائيات عن حركة تداول أوعية المعلومات كم عدد الكتب اللي استعارت كم الأفراد استعاروا ما كان عندنا إحصائيات عن برضو اللي هو الحضور للمكتبات كلها تسجى بشكل ورقي ما كان عندنا منصة موحدة أو شبكة موحدة بإمكانك أنك تستفيد من جميع خدمات المكتبات المكتبات بعضوية واحدة كان عندنا مشكلة برضو في قضية الفعاليات وهذه ممكن تعالج برضو عدم التواجد في بعض المحافظات اليوم نطمح أن أي فعالية تنظم داخل المكتبة أنها تتاح أولاين فبالتالي ممكن أنك تسجل فيها أولاين فأنا أحضرها حضوريا وإنت تحضرها بشكل مباشر بنفس الخصائص تمنح لك شهادة حضور إذا كان في شهادة حضور يسمح لك بالمداخلات والمشاركة بالإضافة طبعا إلى اللي هو أنه تكون مصمم بناء على خلنسميها اللي هو البرسوناليزيزيشن أو نسميها اللي هو السمات الشخصية أنك خلاص مجرد أنك تدخل النظام النظام يبدأ يتعرف على يبدأ يتعرف على احتياجاتك يبدأ يقدم لك المقترحات نشتغل الآن برضو على توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في بوابتنا الرقمية مشروع إن شاء الله أنه سيكون جدا جميل فنطمح إن شاء الله أن هذه المنصة تكون يعني هي المرجع الأساسي لجميع المقيمين في المقيمة السعودية من المواطني ومن المقيمين في عملية وصول مصادر المعلومات أيضا قبل ما نتيحها أننا أتحنا الآن أننا اليوم عندنا منصة رقمية أيضا فيها تقريبا أكثر من 6,000 عنوان بالمكان الوصول لها هذه كانت نتيجة اللي هو التحول والإغلاق طقنا مشاريع بديلة فهي منصة بإذن الله راح تكون على مستوى عالي بالنسبة للأطفال عندنا مشروع ثاني أيضا مع وزارة التعليم نجم القراءة راح يطلق إن شاء الله هذا السنة وهذا سيعمل بإذن الله تعالى على تعزيز العادات القرائية ورفع مستوى الوعد هل بلقى في مكان واحد في تطبيق واحد في الآيباد ولا في التابلت الجهاز اللوحي مجموعة من العناوين الممتعة المشوقة عربي إنجليزي حيث أنه أقدر أقول لعيالي خلوكم معها إلى الليل ما شي يرهمكم صحيح كم عنوان بيكون فيه طبعا أنا أجعل أقول المكتب كائنين ينمو صحيح فراح يكون فيها عناوين حتى الآن البداية بكم البداية حتى الآن المكتبة الرقمية أعتقد وصلنا إلى حول 200 ألف 200 ألف عنوان هذا إجمالي المكتبة إجمالي المكتبة كم منها للطفل للطفل إلى الآن لأنه هذا النقص هنا التحدي الطفل في مرحلة طبعا في مرحلة اللي هو جمع العناوين ما عندنا صراحة عدد كبير متى تبدأ؟ لكن برجع النقطة جدا مهمة لأنه في الأخير حتى كتاب الطفل فيه ضعف في إنتاج كتاب الطفل فبالتالي راح نواجه فيها تحدي ولهذا نشوف افطقوا الباب على جيرانكم ما قصروا جيرانكم هيئة الأثم ما قصروا اشتغلوا على مسرعة أعمال لأدب الطفل في النسخة أولى السنموات وبهذه النسخة الثانية فبالتالي في مشاريع كبيرة بما يتعلق بثغافة الطفل نعتقد أنها راح نكون جزء من هذا متى بتبدأ المبادرة هذه؟ مبادرة المكتبة الرقمية أي الجزء منها هذه إن شاء الله الربع الأول راح تطلق إن شاء الله طبعا تكون بإذن الله عبارة عن إيش هي ويب سايت ولا تطبيق لا ويب سايت مبدئيا ويجب عمل الآن على تطوير التطبيق الخاص فيها هذه يمكن أهم ثلاث مشاريع أنتم شغلين عليها في الهيئة هل في شيء آخر ودك تسأل فيه ولا ننتقل أسلات الأصدقاء والله فيه مشروعين أنا أعتقدناها جديرة أنها تذكر اليوم المشروع الأول هو طبعا مشروع المخطوطات يمكن بدأت الحديث في قضية اللي هو المملكة السعودية ودورها في المحافظة على التراث المخطوط اليوم في هذه المكتبات أطلقنا منصة المخطوطات فيها حتى الآن خمسة ألاف مخطوط بنصوص كاملة السنة هذه رح يضاف عليها إن شاء الله ألف مخطوط وهذا بالإمكان وصول لها من خلال بوابة الثقافية تابع وزارة الثقافة عندنا مشروع أيضا اللي هو ترخيص ترخيص تقديم خدمات المكتبات اليوم أنا عندي 28 مرخص يقدمون خدمات المكتبات فيهم تقريبا 120 سعودي يعملون في هذا القطاع عدد المستفيدين من هذه البرامج وصل إلى خمسة ألاف بأكثر من 94 فعالية نطمح إن شاء الله أنه يكون عندنا برضو عدد أكبر مرخصين وهذه رح تحل مشكلة اللي هو تقديم خدمات المكتبات بمعنى أنه أنت كمستثمر في القطاع وكرائد أعمال في القطاع ومهتم بقطاع المكتبات بالإمكان أنك تفتح يعني محل وتقدم نفس الخدمات اللي يحتاجها المستفيد من أية مكتبة قضية الاطلاع قضية الإعارة قضية تقديم الدورات والفعاليات راح تكون موجودة اليوم 28 موزع في جميع مدن المملكة فأنا أعتقد أنها برضو من المشاريع المهمة اللي حبيت أني أشير لها أنا بختم بمجموعة ملسة أصدقاء أبو ناصر في سؤال يقول حاليا أغلب أنشطتكم مسابقات وليالي ثقافية وترفيهية ما في شيء له علاقة بالقراءة وش تعليقك على هذا؟ ما أدري بس يمكنه خلط بين هيئتين أو أكثر أن ما عندنا طبعا مسابقات ما أطلقنا أطلقنا فقط مسابقة موجهة للأطفال مناسبة اللي هو العام الشعر العربي بقية الفعاليات كلها موجهة للطفل في مجال تعزيز العدالة القراءة عندنا فعالية أطفالنا يقرؤون قدمناها السنة الماضة وقدمنا السنة هذه مبنية وفق نظريات التعلم والتعليم فما عندنا صراحة مسابقات في سؤال جدا جميل هنا مرتبط بالتنسيق بينكم بين المشاريع الكبرى هل في تنسيق للاستفادة من الأصول يعني كل المشاريع الكبرى القدية الدرعية البحر الأحمر نيوم العلا كلها فيها حجم تطوير عقاري هائل جدا أنه غريفة في طرف المشروع تخصص بيت ثقافي تخدمهم أنه أنتم تحيون جزء من مكانهم صحيح وتخدمكم بأنهم شالوا عنكم عب التطوير زي ما صار مثلا في موضوع الملاعب يعني اليوم شاهدنا مثلا القدية بنى ملعب صحيح أو سيبني ملعب مشروع عصد جدة حيبني ملعب بالاتحاد والأهلي شيء زي كده هل فيه تنسيق؟ جدا تنسيق يعني هي على مستوى المشاريع الكبرى على مستوى المشروع اللي أعلن اللي هو وسط المدينة داون تاونز برضو بين التنسيق فأننا يعني موجودين في كل من المشاريع اللي فيها مين اللي قفلت معاهم خلصت معاهم؟ والله الجميع تقريبا قفلنا معا آه معتمد لكم موقع في كل هذه المشاريع موقع في هذه المشاريع في ضمن المية وثاة ومسين؟ من ضمن المية وثاة وخمسين فلأ أنه نحرص على مثل هذه يعني إذا جتنا مثل هذه المشاريع اللي فيها أصول بالعكس أنه نفرح به ويمكن حتى على مستوى يعني أرجع لأكد عن نقطة جدا مهمة اللي هو قضية الشراكة ولن نعول عليها الكثير صراحة في هيئة المكتبات اللي هو الشراكة مع وزارة شؤول بيدية والقرارة والجسكة هي اللي فعلا بتحدث نقلة اللي هي المراكز الحضارية المراكز الحضارية وهذه تمت يعني يمكن أول مشروع بدانها معهم اللي هو واحد الملك سلمان في الرياض فيها سؤال جميل على موضوع المكتبات الخاصة يعني اليوم فيه عرف عند الأجيال السابقة كل واحد عنده في بيته مكتبة إذا توفي الصاحب البيت بلا شوبها الورثة وباعوها ولا تصرفها ولا أتلفوها هل في جزء من التنسيق بينكم بين أصحاب المكتبات أنكم تأخذونا الكتب تحطونا في هالبيوت اللي انتم تنشؤونها وتحتاجون لها كتب ما فكرتوا بشيء منها لا هو طبعا شوف يعني المكتبات الخاصة وهذه من ضمن الأشياء اللي لما تكلمنا اليوم عن السياقات أن تشتغل في ظل سياقاتك اليوم بحسب آخر الإحصائيات أنه 45% من السعودين يمتلكون مكتبات خاصة مهما كان عدد المكتبات عندك أنت ما تقدر تستوعب جميع هذه الكتب اللي ما يرغب فيها أصحابها لكن هل الحل أنها تهمل؟ هل الحل أنها تسلة؟ هذا الحاصل حاليا هذا الحاصل حاليا لكن وش دوركم؟ أن دورنا أنه في مشروع الآن المفترض أنه يطلق في شهر ثلاثة وتم العمل عليه ترى يعني أخذ وقت طويل أطلقنا عليه اللي هو منصة رفوف أنه أي شخص يمتلك أي كتاب يسلمها لهيئة المكتبات هيئة المكتبات راح تتيحها من خلال منصة الإلكترونية لأي شخص يطلبها بشكل مجاني فقط يدفع رسوم التوصيل فبيسير عندكم زي مكتبة مركزية فيها كل هذا الكتب؟ كل الكتب أوكي هذا متى يبدأ؟ هذا انتهينا الآن خلاص يعني أنا مفرحة الاختبارات وشون أشارك أنا؟ شون أعطيكم كتبي؟ كل الآليات راح تنزل تسلمها لأحد مكاتب البريد أو حتى المندوب يأتي يسلمها منك وتنزل على المنصة الخاصة أنا في بيتي أدخل على المنصة هذه أشوف الكتب اللي أنا أحتاجها أختار منها ربطنا مع أحد شركات التوصيل تدفع رسوم التوصيل تأتي عندك هذه النقطة الأولى لكن هذا فيما يتعلق بالكتب اللي خلنا نقول الكتب اللي يعني اللي ما تعتبر نوادر أو المخطوطات بالنسبة للنواد والمخطوطات وهذه النقطة الجداً مهمة فيما يتعلق بالمكتبات الخاصة ما فيه تصور ما فيه حجم واضح عن حجم هذه المقتنيات في المكتبات الخاصة خاصة اللي يمتلك الأفراد واللي ما أعلنوا عنها يمكن قبل فترة الجميع شاف يعني صار تداوله بشكل واسع في السوشيال ميديا أحد الأشخاص يعرض مجموعة من المخطوطات والمقتنيات النادرة لأحد المتوفين فاليوم عندنا مشروع في فهم المكتبات الخاصة عندنا أيضا من ضمن المكتبات من ضمن مشروع المكتبة الرقمية بوابة أو بوابة خاصة أو منصة خاصة للمكتبات الخاصة هذا الآن موجودة هذه بتطلق مع طلاق المكتبة الرقمية آه ممتاز فيصير نافذة أي شيء عندي صحيح أقدر أسلمكم إياه لا هذه تعرض عليها مثلا أنا عندي كتب وهذه الكتب اللي موجودة عندي بس أساس أننا نفهم حجم المكتبات الخاصة والمقتنيات اللي موجودة فيها بس الخطوة اللي بعدها هي أنه بأحد يجي يشيل إيه هذه موجودة هذه من شهر ثلاثة بتكون مجشنة هذا واحد يقول استعرضت كتاب قبل خمس سنوات من المكتب العامة بالخرج وعطوا لي مدة سبوعين لإرجاعها وأخذوا رقمي ولما انتهيت من الكتب ورحت المكتبة رجعها لقيتها مغلقة وهذه أمانة أبغى أسلمها الله يجزاك خير على أمانتك هذه شكلها من ضمن الثمانين اللي بلاكس وشون وين يروح بلاكس وشي الله يعطيه العافية ويعني أنا أعتقد أنه يراسل الهيئة والهيئة يعني تعالج الموضوع وشون وش وسيلة المراسلة موجود في حساباتنا على التواصل الاجتماعي وموجودة أيضا على موقع الهيئة البريد الإلكتروني الخاص فينا واحد يقول وش دوركم في تعزيز ثقافة القراءة هذا كل شغلنا لتعزيز العادات القرائية كل الشغل اللي تكلمنا عنها قبل شوي وكل المشاعل ويجعلها عادة جاذبة هي كلها تصفي اللي هو تعزيز العادات القرائية لأنه أحد يعني أحد اختصاصات هيئة المكتبات ينص عليها قرار إنشاء الهيئة اللي هو تعزيز العادات القرائية في سؤال لطيف صراحة على وش اللي يجعل مثلا دول زي أمريكا واليابان تلاقي فيها الناس في الأماكن العامة ماسك كتابة في المترو في القطار في الباصات بينما مثلا في العالم العربية أو في السعودية بما أننا في السياق السعودي ما تلاقي مثلا المشاهد وش السبب أو وش التفسير لا التفسير ببساطة أنه قضية السياقات الخاصة بالمشاريع التوعوية يعني اليوم خلينا نتكلم على التجربة الآن موجودة عندنا في مقرسة سعودية إلى وقت قريب من كان يتوقع أنك بتدخل المطعم بتشوف السعرات حريرية كم تخليص ما كانت موجودة صح اليوم مع مجهودات وزارة الصحة ورفع مستوى الوعي الصحي لا صار فيه اختلاف في طريقة التفكير اليوم أن هذا اللي نتمنى أن نتمنى أن نوصل إلى إلى مرحلة أن القراءة تكون يعني ثقافة موجودة سواء كانت القراءة للمتعة القراءة للتعلم التطوير الذات القراءة للاستكشاف وهذه بإذن الله تعالى راح تنطلق مع انطلاق اللي هو المشاريع الهيئة ولكن أنا أعتقد أنه مشاريع أو رؤية المملكة هي الوقود وهي المحرك الأساسي لهذه الثقافة في سؤال هنا لطيف أتوقع أننا جاوبنا عنها بس أنه السائل يعني يبدو لي تجربة رهيبة يقول أقضي ثلاث ساعات على الأقل يومياً بين الكتب قرأت أكثر من ألف كتاب أزور المكتبات العام وتجاهي في رياض لذلك شهادتي إن شاء الله أنها في محلها وأؤكد لك أنه أفضل مكان القراءة هي المقاهي وليس المكتبات المكتبات سيئة قليلة متباعدة ضعيفة غير فقر الكتب والأنشطة اللي موجودة فيها فهذا واحد من أهم عملائكم وما هو قاعد يجيكم الوصف اللي وصفته في البيوت الثقافية إن شاء الله تعالى أنه بيكون جاذب له بس زي ما قال لك التصاميم برضو إن شاء الله أكيد يعني شوف ترى هو أشار النقطة جداً مهمة في قضية اللي هو الكتب وهذه أخذناها في الاعتبار في قضية بناء المجموعات اليوم المجموعات الموجودة في أحد الفيدر الوضع الطبيعي أنها تخذف على المجموعات الموجودة في الدمام تخذف عنها الموجودة في الياب بمناسب التوجهات الموجودة فاليوم بدأنا بأعداد بسيطة في المكتبات يعني ما بدأنا بأرقام ضخمة يمكن المكتبات تستوعب إلى خمسين ألف عنوان اليوم أننا بدأنا تقريباً بسبعة ألاف اللي هي العنوية الرئيسية بناء على توصيات وبناء على دراسة السوق وأعلى الكتب مبيعاً بالمنطلق أنها كائن ينمو كائن ينمو فبالتالي نتوقع أن خلال الفترة القادمة أن شاء الله نلبي احتياجات القراء من مختلف الفروع المعرفة أنا بغتم بو ناصر بسؤال على الفرق بين مرحلتين أنت كنت جزء من وكالة الثقافة المعنية بالمكتبات قبل الرؤية وأنت اليوم تقود هيئة المكتبات بشكلها الجديد بعد الرؤية وش الفرق بين مرحلتين وش المشروع اللي كنت تحلم فيه في ذيك المرحلة وما قدر تتحققها إلا في هالمرحلة طيب يمكنني أقولك شغلة يمكن تتفاجع منها مشروع تطويل المكتبات العامة اشتغلت عليها في 2017 فيما كنت في الوزارة اللي هي وزارة الإعلام وزارة الثقافة الإعلام وكان بحسب الإمكانيات المتاحة وكنت طلبت ميزانية 12 مليون ريال لإجراء بعض الأشياء البسيطة وكان يعني هو من ضمن الأشياء اللي أنا يعني فعلا كنت مركز كل جهدي في ذيك الفترة على موضوع المكتبات لأنني يعني مؤمن أنه راح يعدث نقلة كبيرة فيما يتعلق بجودة حياة وبتنمية قدرات البشرية حسن الحظ أني لما جيت الوزارة الثقافة طبعا أنا جيت الوزارة الثقافة كمدير معرض الرياضة الدولي الكتاب 20 عشي أنا ما جيت كرئيس تنفيذي فكان من ضمن الأوراق أو من ضمن النقل الاختصاص اللي هو الملفات اللي نقلت للوزارة فلما اطلعت عليها جدت الذكريات جدت الذكريات طبعا لا أعتمد للمشروع هذاك ما أعتمد لكنها أدخلت لما أمثل 80% من ميزانية كل قطاع الثقافة بس كان على عدد محدد يعني ما كان على المكتبات كلها لكن كان له تأثير في قضية اللي هو إدراج المكتبات الثقافة سوري إدراج المكتبات العامة ضمن مشاريع برنامج جودة الحياة كان له علاقة كبيرة أنه أدرج المكتبات من ضمن البرنامج لو نشوف برنامج جودة الحياة فيه سكشن خاص في المكتبات العامة اليوم الوضع مختلف تماما أول شيء أنت جزء من استراتيجية وطنية للثقافة استراتيجية هذه مبنية على رؤية المملكة 2030 تطلعات الناس اختلفت الظروف اختلفت التشريعات والأنظمة اختلفت يعني 2017 ما كان فيه برنامج جودة الحياة ما كان فيه برنامج تنمية القدرات البشرية كل هذه ما كانت موجودة فلا اليوم العمل أصبح أكثر متعة وأصعب شوي لكن إن شاء الله قادرين لا معد لكم معدر أول ما فيه موكينات لكن اليوم كل مكاتب موجودة أنا أذكر أحد الأشخاص مرة يعني سوينا استطلاع عن المكتبات فكان من ضمن الردود اللي وصلت نكاتبين في ضمن السبنان إن شاء الله هذه راح تتحقق كذا فكاتب تحت الوعد 2020 كنا نقول 2020 كبر طبعا إن شاءوزات الثقافة ففعالية لما رجعت ولقيتها كاتب 2020 فعلا الهم يعني المسؤولية تكون مضاعفة كيف نقدر نقدم لأنه في الأخير اليوم عندك فرصة أعطيت هذا الـ 516 هدية اللي هو هدايا خطاعة الثقافية ودعمت بكل قوة ماليا إداريا فما في عذر منك ما تقدم فنأمن إن شاء الله نحقق المستهدف يعني تجربة تأحد الفيادة أنها تكون تتكرر في جميع المكتبات العامة وبيوت الثقافة إن شاء الله راح تتحها يعني خلينا أختم بالسؤال كيف نقيس نجاحكم متى بنقول الهيئة نجحت في أكثر من مؤشر أول حاجة طبعا عدد الزيارات بالنسبة للمكتبات هذا مؤشر يعني مهم جدا الشيء الثاني اللي هو حركة تداول أوية المعلومات معدلات الإعارة ترتفع أيضا أنا أعتقد أنه لنا دور مهم في قضية اللي هو تحسين العادات القرائية وأن طلبنا الآن عندنا مشروع في أحد الفيادة نفعل دراسة قبلية عن الأطفال في أحد الفيادة وبعد سنة نجي نقيس مستوى القراءة عند الأطفال فهذه هي المؤشرات اللي راح يعني تحكمنا طبعا بالإضافة إلى المؤشرات التشغيلية الثانية اللي هو تعزيز إرادات البيوت الثقافة التمويل مصادر التمويل وغيرها لكن الزيارات والفعاليات كم عدد الأشخاص اللي تستويهم فعاليات هيئة المكتبات خاصة الموجهة فهذه راح تكون المؤشرات أساك مع القوة شكرا يا ابو ناصر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لفهد القصير في إعداد ونتاجه الحلقة عبد الرحمن عطاس في دارة التصوير وفي الإضاءة إسماعيل شوقي وسعيد عمر في تسجيل الصوت عبد الرزاق المزي وفي التحرير مرامض بيبان وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وإدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي الإشراف على الإنتاج غيداء التميم هذا سكراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر